أهلا بكم أعلنت أكبرى شركات التعدين بي اتش بي بيلتن عن خسائر سجلت في النصف الأول من عامها المالي أي النصف الثاني من العام الماضي بلغت 5.67 مليار دولار كما قامت أيضا بتقليص توزيعات الأرباح مع تأثرها بانخفاضات أسعار السلع الشركة حذرت من احتمالات مرور الأسعار السلع بالتحديد بفترة طويلة من الانخفاضات هذا بالإضافة إلى التقلبات الحادة لننق نظرة على أرقام بي اتش بي بيلتن في النصف الثاني من العام الماضي بالتأكيد عام نتحدث عن أول وأكبر خسارة تسجلها الشركة منذ حوالي 16 عاما أرقام كانت ملفتة ولكنها كانت متوقعة وخصوصا مع قرار الشركة بتقليص التوزيعات النقدية للمرة الأولى منذ حوالي ربع قرن طبعا خفضتها بـ 75% للتوزيعات النقدية هنا النصف السنوية نحن نعرف طبعا أن توزيعاتها دائما ما كانت قوية جدا فبالتالي كانت شركات التصنيف دائما ما أخذت عليها هذا الموضوع كان هناك 37% تراجع في الإيرادات بحوالي 15.71 مليار دولار أمريكي الشركة التي تعاني من مصاعب جمع بسبب تراجعات أسعار السلع هنا على رأس أتحدث الحديد والنفط قامت بتخفيض توزيعات النقدية بـ 75% ففي حين كانت التوقعات عن 35 سنة أعلنت بأن التوزيعات عن النصف الثاني من العام الماضي عن 16 سنة فقط لنذهب الآن من التوزيعات النقدية والتي مع أرقام أو مع الخسائر كانت نوعا ما متوقعة في السوق لتظهر هذا الخوف الذي تعاني منه كل الشركات المماثلة هذه هي الخسائر للنصف الثاني 5.67 مليار دولار أمريكي وكما ذكرت بالتأكيد هذه الصورة ليست فقط لشركة بي أتش بي بلتا وإنما تماثلها الشركات الأخرى بصورة بذات القتامة التعليق للرئيس التنفيذي والذي كان قال بأن الشركة تمر الآن بعصر جديد وهي بحاجة لسياسة جديدة فيما يخص التوزيعات فرأينا هذا التغيير الذي تم الإعلان عنه التحذير بالتأكيد من استمرار انخفاض الأسعار وارتفاع تقلبات السوق الرئيس التنفيذي كان قد ذكر بأنه انخفاض أسعار الحديد وأيضا انخفاض أسعار النفط كانت العامل الأهم والرئيسية لهذه النتائج والتي حملها في المقابل على كل من الصين وأيضا استراتيجية أوبيك فيما يخص النفط S&P وكالة التصنيف الاعتمالي كانت قد خفضت تصنيف الشركة من A بلس إلى A طبعا أيضا كان هناك حديث عن بخصوص التوزيعات قائلتها بأنه يجب أن يكون هناك نظر إلى استراتيجية التوزيعات القوية وضعتها تحت ما يسمى بالنغاتف كريدت واتش يعني نظرة سلبية هذا يعني أنها تحت المراقبة إذا سيتم إعادة النظر من جديد فيها وإذا ما كان هناك أي تطورات ممكن أن يتم إعادة التخفيض من جديد إذا حذرت من أن يكون هناك تخفيض في التصنيف من جديد على الشركة وعزت ذلك بأنه يجب أن يكون هناك نظرة واضحة فيما يخص السيولة التي تتمتع بها الشركة هذه التوزيعات طبعا كل من ريوتانتو وبي أش بي بلتن قد عانوا من التخفيض من الشركة وهذه هي النسبة المدفوعة للتوزيعات كما تلاحظون طبعا عندنا كان ارتفاع فيها ولكن الآن يأتي القرار الجديد بتخفيضها بحوالي 75% تقريبا طبعا التوزيعات كانت من أهم الأمور التي نتحدث فيها عن الشركة لأنه كانت مشهورة بالتوزيعات السخية وكانت هذه أحد النقاط الأهم التي كانت يدفع فيها المستثمر ولكن هذه أهم النقاط التي أخذت على الشركة في الاستراتيجية الجديدة في محاولة لتحسين الوضع المالي للشركة وعلى هذا الأساس تم أخذ القرار الذي كما ذكرت لا هو ولا الخسائر كانت غير متوقعة في الأسواق ولكن مع ذلك هذه ليست الصورة للشركة فقط وإنما للشركات المماثلة في القطاع بالشكل عام كل ذلك على خلفية التراجعات المستمرة لأسعار السلع على رأس كما ذكرت الحديد والنفط لهذه الشركة بالتحديد ترجمة نانسي قنقر